لقد خيل للبعض أن رئاسة الدولة يمكن أن تكون حليفاً لهذا أو لذاك أو يمكن أن تكون شاهد زور أو طرفاً في بتة سياسية أو عنصراً من عناصر مناورة أو مزايدات أن رئيس الدولة منتخب من قبل الشعب والآخرون يتقلبون وينقلبون حيثما كانت الأموال ولا يخجلون من الحديث عن رفع يراية الوطن والدفاع عن الوطن لم يفعلوا شيئاً منذ سنة 15 ألفين لاسترجاع الأموال المنهوبة وتوجهوا هنا إلى الشعب التونسي وخاصة إلى الشباب من الانتباه إلى المندسين وإلى الخوان والعملاء الذين لم يرضوا إلا بإسقاط الدولة ومزيد التنكيل بهم للأسف تونس تعيش في ظل نظامين اثنين أحدهما ظاهر ظاهره قوانين ومؤسسات وباطنه خفي لا يعمل إلا تحت جنح الظلام تضفى عليها مشروعية كاذبة عن طريق الأبواق المسعورة المأجورة سينعقوا بطبيعة الحال الناعقون المأجورون على عادتهم في النهيق وفي الشهيق فقد عاشوا ولن يقدروا على العيش إلا في المستنقعات ومن كان وطنيا مؤمنا بإرادة شعبه لا يذهب إلى الخارج سرا بحثا عن طريقة لإزاحة رئيس الجمهورية وإن أصره من أصره على أن يتابعه في هذا النهج المغلوط فليتحمل مسؤوليته وليتأكد أن مآله ليس في حاويات القمامة التي يقتات منها الفقراء والبؤساء والمعدمون بل لأتأكد أن مآله هو قمامة التاريخ